ترجمة نانسي قنقر الذي تصديفه المملكة العربية السعودية الشقيقة في العاصمة الرياض وأكد سعادة وزير النفط والبيئة الدور المحوري الذي تطلع به المملكة العربية السعودية في تعزيز الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية مشيدا بالجهود التي تقوم بها وزارة الطاقة السعودية في استضافة أسبوع المناخ قبيلا عقاد المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف لتغير المناخ كوب ثمانية وعشرين والمسمع عقده في نوفمبر بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أوضح سعادة وزير النفط والبيئة أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي التزمت بما نصت عليه اتفاقية باريس لتغير المناخ وتمنت أهداف التنمية المستدامة في جميع مجالات التنمية الوطنية وبادرت في إطلاق العديد من البرامج والمشاريع التي تعزز من التزاماتها البيئية والمناخية التي تعهدت بها أمام المجتمع الدولي وخصصت لهذه المبادرات البيئية والمناخية كافة سبل الدعم والرعاية التي تضمن بلوغها للأهداف المنشودة كما شارك سعادة وزير النفط والبيئة في الاجتماع الوزري لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية الذي تضمنه مؤتمر أسبوع المناخ حيث أكد سعادته أهمية توحيد المواقف الخليجية في الملفات المناخية بما يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر